حكاية كبيرة اوي الناس كلها اتكلمت عنها الفترة اللي فاتت واكيد انت تبعتها طبيا بدأت تتحللها احنا بالحال الكورة انت اكيد بقى حالتها طبيا ايه اللي حصل لمحمد صلاح مافهمناش يعني مافهمناش ان ايه شد درجة اولة او شد درجة تانية ولا هو يغيب اسبوعين مافهمناش اي حق والاسف برضو محدش تلعش رحلنا بشكل طبي واضح عشان نفهم حالة صلاح كيت عامل ازاي تفسيرك كيت حالة صلاح بص يعني تفسيري لحالة صلاح او حصله شد خلاص في العضل الخلفية شد العضل الخلفية ده بيختلف من واحد للتاني عشان كده احنا لما بنيجي نقول مثلا ايه بنقول العيد ده عنده مثلا شد من الدرجة الاولى هيحتاج مثلا ما بقولش لا هيحتاج اسبوعين لأ انا بقول هيحتاج من اسبوعين لستة اسابيع يعني شوف اسبوع كتير كمان يعني من اسبوعين لست اسابيع كتير او لازم تدي اه مثلا وهو ده المشكلة اللي حصلت ان انا في حاجة عندنا في الطب بيقولك ما تديش برو جنوزيس لعيان حتى لو لعيب كرة يعني ما تجيش تقوله انا انت هتلعب بعد اسبوعين او انت هتلعب بعد ثلاث اسابيع ها لأ بتديله لنجة انا عضلتي غير العضلة بتاعت لعيب تاني الطريقة اللي انا اتعملت بيها في الفيرست ايد او الاسعاف الاولي اللي حصل لللاعب ده مختلف مقدار الشد اللي حصل يعني انا ممكن واحد يمع عنده مثلا شد من الدرجة الاولى واحد ياخد خمستاشر يوم واحد ياخد ثلاث اسابيع واحد ياخد ثلاث اسابيع مع الفولقب يعني مش مجرد ان انا اديت معده خلاص لا ممكن في خلال التأهيل بتاعه او في الاعداد بتاعه لأ لسه ما خفتش وشوفنا العيبة كتير بدون ذكر الاسماء بيعطف عضل خلفية دي ثلاث شهور يعني ما خفش يورنال كيلوب مبرح في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بيرلين النهاردة نيفربورد بيرلين قال له هيرجع امتى محمد صلاح قال له هوا مش هيرجع بكرة على مباراة النهاردة وما ضمنش هيرجع المباراة اللي جاية ولأ يعني حتى في انجلترا هوا مش قادر الدكتوري هناك يدي المدرب هيرجع يوم كذا هو ده المظبوط في الطب زي ما بيعصل عندنا مثلا واحد رجليك كسرت هقول له يقول لي مثلا هتلحم بعد قد ايه هقول له لأ انت دي هتلحم من ثلاثة لسته شهور من ثلاثة لإيه لست شهور حصل قبلية جسمك انت بقى قبلية جسمه والعلاج اللي خده والحاجة الربانية اللي هي موجودة فيه اللي هي بتاعت الالتقام نفسها والريجنريشن بتاعه بيختلف واحد من التاني من التالت عشان كده هو ده انا اعتقد ده اللغط اللي حصل حواليه محمد صلح اللغط اللي حصل انه لما طلع البيانة الاول كان فيه حاجة فاكت واضحة انه هو هيغيم مباراة والتاني هيبقى موجود هي دي للأخبط الحقيقة الحقيقة الناس كلها كانت عايزة الفرقة تكسب واخبالك ومحمد صلاح عنصر اساسي فلما انا انا اجي اقول مثلا ايه ان محمد صلاح ده مش هيكمل البطولة خلاص اجزمتها بقى وده رأي التب يعني التب هتقول لهم لا انا حيوعد معايا شهر يا سيبولي دي ممكن تأثر على الزميله ممكن تأثر على الشارع المصري نفسه ممكن تأثر على حاجات كتير قوي على البطولة نفسها فكل انه هو تقالل الموضوع دوت انه هو حيروح ويرجع ده كان ليه حاجات تانية يعني حاجات مختلفة غير الطب يعني غير الطب ملاقش علاقة بالطب اتقال انه يعني مثلا الناس لما خطبوا في انجلترا ناس خطبوا ليفربول خطبوا الطبيب المنتخب وبعث المنتخب هناك قالوا انهم لو جيه انجلترا هيتأهل احسن وممكن يرجع تاني يلعب مع منتخب مصر ايه بقى الفكرة بتاعت التأهيل دي هل التأهيل فعلا في كودفوار ما كانش هيبقى صعب والتأهيل في انجلترا كان هيبقى احسن يعني انت لو كنت طبيب المنتخب وكنت مسؤول في المنتخب احنا معنا كمان المنتخب طبيب محترم جدا الدكتور محمد ابو العلم اه تقبل هزا الامر انه يسافر ليه انجلترا عشان يتأهيل افضل ولا شاف انه كان ممكن يتأهيل عادي في كودفوارشة ما هو ده على حسب الحجم الاصابة اه واخبالك حجم الايه الاصابة واللي يحدد الكلام ده حاجات كتير قوي منها الكاشف على العيب منها الاشاعات اللي هي بتتعمله تعمله موجات صوتية وتعمله رانين مغماطيسي ويتعمله الحاجات دي كلها هي دي الحاجات اللي اتحدد والله انا واحد من الناس لو انا عملت له الحاجات دي وشايف انه هو مش هيلحق يكمل لا يروح يكمل في الفربول واخبال حضرتك ما ينفعش لانه مش هقدر انا استفاد به وممكن يكون فيه هناك فسيلتز اكتر يقدر يروح لكن لو انا عملت وحسيت انه هو فعلا دي حاجة بسيطة ممكن يلعب بعد اسبوع عشر تيام انا كان معي ابراهيم عادل وكان جايب العضلة الخلفية وحنا رحين بطولة افريقيا درس الاصابة وحنا طلعين الطيارة كان عنده شد في العضلة الخلفية لكن احنا قيمنا له الموضوع وديناله وقت وعملنا له تأهيل ولاعب الحمد الله وخد عسل العيب في الوطولة وخد مانو زمعتش في ثلاث مباريات وده يفصل انت كنت بتقوله من شوية انه ممكن اصابات العضلة الخلفية دي بتختلف من لاعب بالزبط لا احنا بقى يعني خدناه وعملنا له التأهيل وزيان بقول حضرتك بالاتفاق مع الجهاز الفني ان ده مش هيشارك مع الفريق قال لا قبل 48 ساعة مباراة الاولى وقد كان يعني بالمداليل انه كان فيه مباراة ودية هناك وملعبهاش وكده وجهزناه فعلا وكان موجود في اول مباراة وكان من العوامل اللي هي يعني خلت منظرنا كويس حقيقة